سرحان باشا قلتلي لو في فرصة شغل حلوة اقولك عميل لقطة بيسأل على حد بخبراتك كأنه عارفك وبيسأل عليك بعتلي بقى الموقع بتاعك هربطت معاه وربنا اكتبلك كثير موقع اه بعتلك الموقع ومعنديش موقع اصلا يعني ايه ما فيش موقع ومال انت قاعد بتعمل ايه وقاعد بتقول لي عايزة زود دخلي ووصلني بعملة وما هنعمل ايه من غير موقع بعتلي انت بس العميل اللي انت جايبه ده وانا هروأ عليه ما تقلعش مش يابني كل يوم عمال تقول لي نفسي يبقى فريلانسر ونفسي اه اتعالف اكتر واشتغل وفي يوم اللي امي بقى عندي شير كمل ده كلام وخلاص ولا ايه نعم انت عارف انا كل يوم بايجي الشغل افضل ماكفي على اللاب توب لغاية اخر اليوم وبعين موقع اللي هروح ادور على الناس تاخد مني فلوس قد كده ويعودوا ضعوا في وقتي وانا اصلا محتاجين حد فاهم وانا بفهمش في الكلام ده انت عارف طب بس بس خليني اقول لك حاجة حلو اقولي احنا ازمتنا دلوقتي مش ان احنا نعمل موقع انا هقعد معاك يا باشا اوليك ازاي في خمس دقايق بتعمل موقعك وانت قاعد بالزكاء الاصطناعي ويطلع زي ما في خيالك ولا development team ولا فلوس كتير ولا اي حاجة سانا اعتقد احنا محتاجين نقعد ندردش الاول شوية علشان اقولك عن اهمية الموضوع ليه محتاج يبقى عندك موقع وازاي ممكن تزود بيه داخلك استغله احسن استغلال وانلاقي رائعك وهذه الحلقة برعاية هستنجر وهستنجر هي افضل موقع او تجربة لمنصة تصدافة ممكن تعيشها في حياتك سواء كنت تعمل موقعك للشخصي مدونة مطجر او موقع شركتك خدمة 24 ساعة سهولة مفيش تعقيدات تقنية عشان تعمل الموقع بتاعك وغير كده ان هما بيقدموا طاقات اكثر من رائعة هتكلم اكتر عن الموضوع بالفيديو كمان شوية عمل المواقع واحدة من الحاجات اللي يظهر عليها انها حاجة صعبة جدا وخصوصا لو اول مرة تعملها وعلشان كده دايما بتفتكر انك محتاج development team محتاج فلوس كتير حتىك حد فاهم تقنيا فيبدأ يتابع مع فريق العمل ده والحقيقة ان كل ده مبقاش موجود نهارده خليني اقولك ازاي اهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات كوتش الكارير وعلشان لو اول مرة بتشرفنا على القناة انا اسمي احمد شهين بيزنس وكارير كوتش استشاري تدريب وتطوير بساعد الموظفين والمؤسسات من اكتر من 14 سنة والنهارده هكلمكم عن واحدة من اكتر المواضيع اللي انا شخصيا بحبها وهي انشاء الموقع الخاص بتاعك من اكتر من 8 سنين عملت الموقع بتاعي وكانت واحدة من افضل القرارات اللي خدتها في حياتي المهنية وخليني النهارده اخدكم في رحلة من اول ليه محتاج موقع وايه المنافع او الحاجات اللي انت ممكن تطلع بيها تستغلي بيها الموقع ده في حياتك المهنية والعملية وكمان ازاي بالتفصيل تعمل الموقع ده بدقايق من غير تعقدات كتير كلنا عارفين النهارده ان تقريبا كل الناس عندها صفحات على منصات التواصل سواء فيسبوك انستجرام وغيرها من المنصات وانا كمان عارف كويس ان برغم انتشار السوشيال ميديا لكن في ناس لغاية النهارده مش بتحب تظهر ولا بتحب تكون موجودة على السوشيال ميديا وده له جانب ايجابي كبير جدا ولكن مش على الجانب المهني وده عامل بالزبط زي الناس اللي ما بتحبش تلبس بدل لو انت من الناس دي سيب لنا في التعليقات ده بدوب او قلب زي بالزبط ما البدلة بتفرق بشكلك وبريستيجك بالذات في البزنس ايفنس الويب سايت بتاعك او الموقع بتاعك هيفرق جدا في رحلتك المهنية وفي بريستيجك كبيزنس مان او صاحب شركة وغيرها من الاهراض المختلفة وده هياخدنا للفايدة رقم اتنين وهي الملف المهني تخيل ان حد بيقولك عن شركة معينة وبيحكي لك حكاية عن مكان هو اشترى منه حاجة وعجبته وحضرتك اول حاجة بتيجي في بالك لما حد بيحكي لك تجربة زي دي دخلت على جوجل بتدور على اسم الشركة ما لقتلهاش موقع او ما لقتلهاش سوشيال ميديا هل حتفكر اكتر ان انت تروح تدور عليها عشان تشتري منها ولا الموضوع هيبقى ويف لحد هنا دي نفس بالزبط فكرة لما بتيجي تقدم على وظيفة او بيتبيع شركتك لو انت صاحب بيزنس وما يكونش عندك موقع انت عارف ان حتى اي شخص بيقدم على وظيفة النهاردة الناس اللي في الـ HR او في قسم التعيينات اول حاجة بيعملوها بيدخلوا يبحثوا عن اسم الشخص والملف المهني بتاعه سواء على لينك دين او حتى على جوجل وحاجة من الحاجات اللي هتخليك في حتة تانية خالص لما الناس تبحث عنك على جوجل وتلاقي اول حاجة ظهرة هي اسمك او الموقع بتاعك وعلشان اقول لك مثال عملي على ده لو وقفت الوقت الفيديو وروحت على جوجل كتابت احمد شهين تخيل انه مش هيطلع لك قناتي على يوتيوب الا انه اول حاجة هتظهر لك هي الموقع الالكتروني بتاعك وعايزك بجد تعيش اللحظة لو انت بقى داخل مقابلة عمل في شركة او داخل تقفل صفقة مهمة للبيزنس بتاعك ولقيت الشخص اللي قاعد معك بيقولك انا دخلت على الموقع بتاعك ولقيت الخدمات الفلانية اللي انت بتقدمها تبدأ تحس بثقة اكبر تبدأ ممكن تطلب فلوس اكتر من اللي انت كنت ممكن تطلبها وانت ما عندكش موقع الالكتروني او ويب سايت وعلشان كده ده ياخدنا لفايدة رقم ثلاثة وهي الفلوس والربح هنا على الموقع بتاعك او الويب سايت بيكون نوعين نوع مباشر او دايركت ونوع اين دايركت او غير مباشر الربح المباشر زي ان انت يكون عندك مدونة او بلوج او ان انت تبقى بتحط على الموقع بتاعك الفيديوهات بتاعتك من قناة اليوتيوب لو عندك قناة الكورسات بتاعتك لو عندك كورسات او حتى منتجات عادية جدا بتبيعها من خلال الموقع ده اما بقى لو هنتكلم شوية كمان عن الربح الغير مباشر عايزك تتخيل ان الموقع ده عبارة عن تسويق مجاني لخدماتك ومنتجاتك او حتى لأفكارك حتى لو انت مش بتبيع عليه اي حاجة انا من حوالي سبع سنين اسست مدرسة لتأهيل المدربين او الترينرز وده كان برنامج حضروا الحمد لله اكتر من 2500 مدرب من جميع انحاء العالم واحدة من الحاجات اللي فرقت جدا هي وجود موقع للشركة وموقع للخدمة اللي كنت بقدمها لما عملنا استقصاء رائي للناس اللي حضرت الكورس نكتشف ان الناس كانت بتيجي عن طريق حاكتين الورد او انه حد يقول انه اتبسط بالخدمة دي فروح احضر مع احمد شهين كورس بتاعته كويس او الكوتشنج ساشن بتاعته مفيدة او الموقع ان الناس كانت بتسمع او تشوف صورة فتدخل تبحث فتلاقي موقع فيدخل فيقول انا حسيت انه كان الموضوع دي او مصداقية عندي ان انا احضر الورشة دي بسبب الموقع وهنا اعتقد ان كفاية كلام عن فوائد انشاء موقع الكتروني وتعالوا اخدكم في رحلة قصيرة جدا من تلت لخمس دقايق اوريك ازاي بتعمل الموقع لشخصي بتاعك من غير مجهود ولا حتى تقنيات كتير او جمع بينا خلينا نبدأ بيه الاول ندخل على الموقع طبعا هتلاقوه تحت الفيديو آآ موقع آآ بعد كده ممكن بقى ناخد جولة للباقات هلو قوي آآ طبعا عندنا الباقات بتبدأ من اول دولار ونص لغاية تمانية دولار آآ في الشهر آآ عندنا بعد كده طبعا فيه اختلافات بقى ما بين الباقات من اول ان انت يبقى عندك موقع مية موقع آآ تلتمية موقع باكبر باقات آآ مساحات تخزينية مختلفة خمسين جيجا وميت جيجا وميتين جيجا آآ يعني آآ على حسب احتياجك ممكن تختار انا شخصيا هاخد الاكثر شهرة اللي هي باتنين دولار ونص طبعا لو اللي قبلها ممكن تبقى انسب لك ممكن تختارها ممكن تبصوا على تفاصيل تحت الباقات آآ بعد كده هيقول لنا آآ ممكن نختار شهر ندفع بالشهر هيبقى الشهر واقف علينا تقريبا من احداشر دولار تسعة وتسعين آآ لو اختارنا اربعة وعشرين شهر هتبقى تلاتة دولار وتسعة وعشرين وطبعا اكيد هتبقى الرقم ده هيقل لو اخترت عدد الشهور الاكبر اللي هو تمانية واربعين شهر هلو نختاره مع بعض يوسل الاشتراك لغاية كان بقى الاربعة وعشرين آآ آسف التمانية واربعين آآ وصلنا لغاية اتنين دولار تسعة واربعين سن في الشهر ده رقم محترم جدا ده طبعا بيوفر لك تقريبا ربعمية ستة وخمسين دولار مبلغ بقى مية وعشرين دولار تقريبا في السنة وطبعا لما تحط البرومو كود بتاع احمد شاهين ونقول له تطبيق ينزل كمان المبلغ ده لغاية مية وسبعة دولار في السنة ده رقم محترم جدا جدا آآ نقول له يلا بينا طبعا هنا بقى هلوجن بالاكاونت بتاعي انت ممكن تعمل انشاء حساب جديد تكمل الخطوات نكمل باللغة العربية لشان نفضل ماشيين بنفس الطريقة تثبيت هنقول له تثبيت يلا بينا هتعمل موقع ليك آآ او لشخص تاني آآ لي انا للشغل بتاعي انا طبعا عندي موقع بس احنا ممكن هنعمل بقى موقع دلوقتي تعالوا نجرب نعمل موقع لشاهين شوكاست آآ هنا بقى خطوة آآ بيبدأ هيقول لك هتختار تنشئ آآ بالطريقة بتاعة المبتدئين بتاعة البسيطة ولا وورد برس طبعا وورد برس ده موضوع كبير انا شخصيا استخدمته قديما وكماعات موضوع كان في تفاصيل كتير خلونا ناخد بتاع المبتدئين الموضوع البسيط يعني الطريقة البسيطة اه بيقول هنا ايه دومين نفسك تعمل ويبسايت اسمه ايه فانا هقول له شاهين شوكاست طبعا البودكاست بتاعنا لو لسه مش بتفرج عليه فايتك كتير شاهين شوكاست دوت كوم طبعا يلا بينا خلينا نختار دوت كوم دوت كوم طبعا بتبقى دايما هي اقوى حاجة او في الموقع لو الموقع بتاعك متاح في دوت كوم حاجة عظيمة جدا يلا بينا نيكست اه ده شخصي ولا شركة اه لو نحط البلد مصر رف شخصي واي كده نحط بقى البيانات اه خلينا نحط البيانات كده احمد طبعا نحط بقى بياناتك لانها طبعا ايه احط هنا البيانات بتاعتي مش هوريها لكم طبعا او الرقم البريدي الرمز البريدي بتاع عرب مكتب بريد ليك اه رقم موبايلك يلا بينا اوكي هنا بقى بيقول اه البراند نيم اسمها ايه هنقول له تاني شاهين شوكاست اه بتعمل ايه فهنقول له ان احنا فعا ممكن تكتب هنا بالعربي او بالانجلش بس عشان كيبورد عندي ما فيهاش اه ما فيهاش الحروف العربي فها بقى اسرع بالانجلش فهنقول له ان احنا بودكاست برنامج بودكاست بنعمل اه رفع الوعي بتاع الناس عن الحياة والكارير والبيزنس يلا بينا ايش ايه هنا بقى ايه لنشاهد السحر انا عجبني اوي هنا وهو بيقول لك ايه انا هدور لك على صور ملأمة هختار لك الوان من دماغه مش مشكلة هنغيرها اه هدور لك على فونت مناسب وهختار لك ليوت 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 شكل الموقع يعني الحاجات دي يا جماعة زمان كانت انا اشتها بالتجربة الصعبة اللي هو نعد شهور عمالين بنختار في شكل الموقع المناسب واللي اوت مش عارف ايه حاجات بايخة جدا انا صراحة مفصول بالتجربة كل حاجة بسرعة هو رجل بيختار لك انسف حاجة ديك هو عارف مصلحتك اه طيب اولا احنا اللون ده مش بتاعنا ممكن اه 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 نغير اللون خصو بها الحياة لما تبقى سهلة وجميلة وما فيهاش تقنيات صعبة. لا مش ده الاحمر اه احنا مش لكده دروس اونلاين قوي. ايو احنا كده عايزين اللون البطيخي شوية. شو كاست. ناشي. خويس. نغير بقى شكل السور دي شوية. اولا نشير الصورة دي. هدي هنا. الله يا جماعة احساس ان الواحد قادر ينقل الحاجات كده بهذه البساطة. خلينا نختار صورة. اه نصور حجمها. اه اه اه. خليها هنا. طبعا لما هعمل كده هيبوز الصورة. واو حلو قوي. خدتوا بالك يا جماعة من حتة ان انا زقيت الصورة من اتجاه واحد ما بوضهاش. موضوع ده معروف قوي. الناس اللي بتغلط الغلطة دي. حطنا في التعليقات اه دب دوب. عشان نعرف مين اللي بيغلط الغلطة دي. نختار صورة احمد شاهين. وممكن نبدل الصورة دي. كمان. اه اللوجو برضو. اللي نغير اللوجو. شاهين شو كاست. ده بيعمل ايه البارده اللي تحت بقى. اه. عجبني فكرة القادر تتحكم في كل التفاصيل. نعم نغير الصورة دي كمان. نحط بقى صورة حبيبنا. احمد ابو زيد. على الموقع بتاع شاهين شو كاست. انا بحب ابو زيد جدا الصراحة. اه. وهنا نحط صورة انا كمان. تاني. مش نرجع سايا. نشيل اللي في النص. يلا بينا هبه. السلام على السرعة والجمال. كل حاجة بتخلص في دقائق. طب تعالوا نجرب بقى حاجة خدت بالي انا منها اسمها دو انت عندكش صور. اه وعايزت اه يعمل لك صور. عشان او حقوق الملكية. اه من لصورة البودكاست مكان البودكاست في كاف شخصين. يا سلام. عمل لنا في اللحظات. اللي في لنا صور. ممكن نقول له هتلينا تاني بس يلا بينا. نرسم باب التجربة. حلوة اوي. هنعمل ايه تاني? اه ممكن طبعا يعني احنا وصلين للمرحلة لقتا احنا ممكن ندوس جو لايم. بدوسوا الزرار انت كده الموقع بقى جاهز. في دقائق. طبعا انا اسف ان احنا طولنا عن الخمس دقائق اللي وعدتكم بها دقيقة او دقيقتين تقريبا. بس اعتقد هتسامحوني لان انا جاي يوفر عليك مجهود شهور. انا شخصيا عنية المعاناة دي مع تيم قبل كده وفضلنا نفعة زي بلغاية ما الويب سايت بتاعية عمل. نايس. تجربة رزيزة جدا. وبكده نكون وصلنا لهاية الحلقة. شكرا لانتو تفرجتوا على الفيديو بالكامل. ما تنسوش تفعلوا الجرس وتشتركوا في القناة. وتبدأ حيلا اول ما تقفل فيديو تعمل الموقع بتاعك من هستنجر. تنساش طبعا قود الخاص. شفكم على خير. سلام.